هو حيوان جميل حجمه صغير لكنه يتميز بنشاط وحركة كبيرة هو ايضا واحد من اذكى الحيوانات في العالم فهو يقضي الصيف في تخزين غذائه لفصل الشتاء القارص مرحبا بكم على قناة Arabic Geographic وهيا بنا نستكشف المزيد من المعلومات عن هذا الحيوان الجميل وقبل ذلك لا تنسى الضغط على زر الاشتراك اذا كنت لازلت لم تشترك معنا في القناة السنجاب حيوان جميل جدا واحد من الثديات وهو ينتمي الى جنس القوارض يعيش السنجاب في المناطق البرية وهو منتشر تقريبا في كل انحاء العالم ما عدى استراليا ومدغشقر والمناطق المعتدلة من امريكا الجنوبية فهو يوجد في القارة الاسيوية وامريكا الشمالية وكذلك اوروبا وحتى افريقيا لكن بسلالات مختلفة فانواع السناجب عديدة جدا السنجاب هو ايضا حيوان رشيق جدا لكن ليست كل انواع السناجب كذلك وهي تعيش غالبا على الاشجار حيث انها تمتلك مخالبا قوية وحادة وبفضل هذه الميزتين فهي تستطيع ان تمشي متعلقة باسفل اغصان الاشجار حتى تصل الى الطعام وايضا فهي تنزل بسرعة من الشجرة وتستطيع ان تقفز من مكان لمكان بسهولة ولكن ليست كل انواع السناجب كذلك فهناك بعض انواع السناجب لا تستطيع تسلق الاشجار تسمى سناجب الارض تتميز بذيلها القصير عكس النوع الاول الذي يمتلك ذيلا طويلا يصل طوله حتى 25 سنتيمتر كما ان طول شعر ذيله يصل حتى 80 مليمتر ومن اهم ما يميز شكل السنجاب ان له عينان واسعتان سوداء ذيل طويل وكثيف اذنان مستديرتان السناجب تحب ان تتخذ مسكنها في داخل فتحات الاشجار فهي تبني اعشاشها من الاغصان المغطات بالاوراق لكن في فصل الشتاء تبني اعشاشا قوية لمقاومة شدة البرد وتستخدم في بناء هذه الاعشاش اوراق الاشجار الجافة وايضا الحشائش الجافة التي تجعل العش دافئا غذاء السنجاب يتنوع من موسم لاخر وعلى العموم تتغذى السناجب على الفواكه والجوز والبلوط وايضا البندق كما انه قد يأكل بيضا وفراخ الطيور ومن جهة اخرى ومن المخاطر التي تهدد السنجاب انه يقع كثيرا فريسة للثعالب والطيور الجارحة وكذلك الافاعي ومن اشهر السلوكية التي تشتهر بها بعض انواع السناجب هو انها تجمع اعدادا كبيرة من المكسرات وتقوم بتخزينها تحت الارض او داخل الاشجار حتى يحل فصل الشتاء فالسنجاب الواحد يستطيع ان يجمع ما يقارب من الفي حبة من البندق وتخزينها فيما يقرب من ماءة مخبأ وما يميز السنجاب كذلك ان لديه ذاكرة قوية جدا بحيث انه يستطيع تذكر جميع المخابئ بسهولة كما ان السنجاب من الحيوانات التي تمتاز بالنشاط الكبير خاصة بالنهار وهو ايضا شديد الحذر من اي خطر قد يهدده السناجب تتميز كذلك بالازعاج الشديد بحيث انها تصدر اصواتا وصفيرا مزعجا وايضا صراخا عاليا حيث انها دائمة الشجار وتعنيف بعضها البعض للدفاع عن مكان عيشها حيث ان كل منها يحتل مكانا خاصا به وهي تستعمل تلك الاصوات للدفاع عن مكان عيشها وايضا طعامها التكاثر والتوليد عند السناجب غريب ومضحك نوعا ما فهو يحصل عادة في فصل الشتاء حيث ان الذكر يدخل الى منطقة الانثى ويبدأ في القيام بحراكات بهلوانية قد تستغرق عدة ايام قبل ان تستسلم له الانثى وتوافق على التزاوج معه يحدث التوالد خلال خمسة اسابيع اذ ان انثى السناجب تضعف المرة الواحدة ما بين اثنان الى سبعة صغار تقوم برعايتها مدة عشرة اسابيع جدير بالذكر ان الانثى تقوم بطرد الذكر عند اقتراب موعد الولادة مدة حياة السنجاب في البرية تتراوح ما بين سنتين وستة سنوات اما في حال كان يعيش في منزل بشري او في اسر فقد يعيش لمدة خمسة عشر عاما ختاما نتمنى ان معلوماتنا اليوم في هذا الفيديو كانت مفيدة لكم واذا استحسنتم الفيديو لا تنسوا تشجيعنا بالضغط على زر الاعجاب وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد دمتم في امان الله اشتركوا في القناة